التهاب اللوزي هو عبارة عن التهاب يصيب الأنسجة اللنفية الموجودة على جانبي الحلقة والتي تلعب دوراً في حماية الجسم من الإصابة بالعدوى والالتهابات المختلفة ومع أنه يتلاشى ويتم الشفاء منه بعد فترة تتراوح بين 4 إلى 10 أيام إلا أن هذا لا يمنع من اتباع بعض الطرق التي تسرع من الشفاء يعد الهدف الأساسي من العلاج المنزلي لالتهاب اللوزة هو السيطرة على الأعراض الظاهرة والتخفيف منها والتي تشمل سيلان الأنفة، انسداد المجاري التنفسية، العطس والكحة وفيما يلي بعض الوصفات والطرق السهلاء التي تساعد على مكافحة الأعراض المذكورة الغرغرة بماء دافئ مع ملح تساعد الغرغرة بماء دافئ وملح في علاج التهاب اللوزة، ويمكن استخدام هذه الوصفة مع الأطفال أيضا في عمر ثماني سنوات أو أكثر تساعد هذه الوصفة على تغليص الفم من البكتيريا ومسببات المرض وتعقيمه مع الوقت كما أنها تساعد الفم على السعادة مسويات الحموضة الطبيعية والتي تعزز من تدفق الدم إلى الفم وبالتالي تسريع الشفاء، ينصح بالقيام بها من ثلاث إلى أربع مرات يوميا على مدى ثلاث إلى أربع أيام لتحقيق أفضل النتائج تناول السوائل الدافئة، يساعد شرب سوائل دافئة أو معتدلة الحرارة وبكثرة مثل الشاي والحساء والعصير على علاج اللوز، وينصح هنا بشكل خاص بالشاي المحلى بالعسل أو الماء الدافئ المحلى بالعسل استعمال زيت جوز الهند يساعد زيت جوز الهند على التخفيف من التهاب اللوزتين وبشكل فوري وهناك طريقتين مختلفتين لاستعمال زيت جوز الهند في علاج اللوز الطريقة الأولى خلط زيت جوز الهند مع العسل وعصير الليمون ثم تسخين المزيج على النار قليلا وبعد ذلك تخزينه في وعاء حتى يبرد ثم تناول ملعقة منه محلولة في الماء من 2 إلى 3 مرات يوميا لأسبوع كامل الطريقة الثانية أخذ ملعقة من زيت جوز الهند ووضعها في الفم مع إمالة الرأس إلى الخلف والالتزام بتلك الوضعية لبضع دقائق وتكرار هذه الطريقة عدة مرات يوميا الزنجبيل والعسل والليمون نظرا للخصائص المضادة للبكتيريا التي يتميز بها كل من الزنجبيل والليمون والعسل تعتبر هذه الوصفة فعالة جدا في علاج اللوز ويتم هنا إضافة الزنجبيل المضحون لكوب من الماء الساخن ثم تغطيته وتركه جانبا لمدة من 2 إلى 3 دقائق ثم تصوية المزيج وإضافة القليل من عصير الليمون والعسل إلى الماء وتحريكه جيدا ويتم تناول المزيج الناتج من 3 إلى 4 مرات يوميا على مدى أسبوع كامل للحصول على أفضل النتائج متى عليك الاتصال بالطبيب لعلاج اللوز؟ هم تتجاوز فيها درجة حرارة الشخص 38.3 درجة مئوية تورم في الوزي والليون في هماء طفح جلدي ألم في البطن وصدع صعوبة وألم في البلع ألم في جانب واحد من الحلق فقط شعور مستمر بحكة في الحلق لفترة تتجاوز 48 ساعة تورم في العقد الليمفاوية